مشاهدات كتيرها وسبق القصف بيحصل داخل البرلمان المصري وده المفروض حاجات مرفوضة ان هي تحصل جوة البرلمان بس سيارتها جت على كده وبس ده وصل الامر ما بين اعضاء البرلمان انه هما يرفعوا الجزم على بعض اول خناءة ظهرت فيها الجزمة في البرلمان كانت في سنة 2005 لما سب حسن نشأة اعضاء بمجلس الشعب عن الحزب الوطني وفضلت تتطور الخناءة ما بينهم بعد السب لحد ما حسن نشأة خلاص جاب اخره امقلع الجزمة ورفعها عليه وفي سنة 2006 حصلت واحدة من اشهر الخناءة في البرلمان بين النائب الراحل طلعة السادات واحمد عز اللي كان امين السياسات بالحزب الوطني وابداية الخناءة كانت لما سأل طلعة السادات احمد عز وقال له ازاي واحد زيك ممكن يبقى معايا 40 مليار جنيه فرد عز على كلامه وقال ابائي واجدادي فرد دا كان مستفز جدا بالنسبة لطلعة السادات ام برضو قال على الجزمة ووجهها في وش احمد عز وبعدها برر طلعة السادات رفعته للجزمة دي وقال انا عارف ان جده كان بيشتغل تربي في الغفير وابوه كان عنده محل في السبتية بيبيع موسير ومش حديد ممارسات احمد عز هي اللي خلتني اخلع جزمتي عليه في مجلس النواب بسبب تلعبه بالبورصة المصرية بالاستعانة باحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وانه استولى على مبلغ تجاوز ملياري جنيه مصري وفي سنة 2009 اتكرر الموضوع ده مرتين في نفس السنة والمرة الاولى لما رفع اشرب بدر الدين الجزمة في وش نشأة القصاص نائب الحزب الوطني وفي المرة التانية اثناء كلمة بدر الدين النائب عن جماعة الاخوان لما واقف على المنصة ورفع جزمته وقال كان الجلاء بيتم بالدماء والان بيتم الجلاء بالحزاء ومن اشهر الخناءات اللي ظهرت فيها الجزمة في البرلمان كانت من اكتر من عشر سنين تقريبا ودي كانت ما بين النائب كمال احمد على النائب توفيق اوكاشا وفي الواقع دي اول ما دخل النائب توفيق اوكاشا قاعة المجلس الرئيسية قالع النائب كمال احمد جزمته وضرب بيها توفيق اوكاشا وقال النائب كمال احمد عن الموضوع ده انه ضرب توفيق اوكاشا بسبب استضافته للسفير اللي ما يتسموش في بيته والخناءات اللي عدت دي قوم والخناءة دي كانت قوم تاني دي كانت من أشهر خناقات البرلمان في سنة 1990 في إحدى جلسات البرلمان وأثناء منقشة المجلس استجواب لوزير الداخلية زاكي بدر على موضوع التعدي على المعارضين في الحبسة هاجم وقتها زاكي بدر أعضاء البرلمان من المعارضة بالسبب والشتائب وأزاعم كالمات سجلتها الداخلية للمعارضين من بينهم رئيس حزب الوفد فؤاد سراج الدين وتحولت بقى قاعة المجلس لسوق حرفين ولما حاول النائب الوفد طلعت رسلان أنه يمنع لواء زاكي بدر من أنه يكمل كلامه أم لواء زاكي بدر رايح ناحية طلعت رسلان وضربوا بالألم على وشه ودي كانت أشهر المواقف اللي حصل فيها استثناءات ما بين الجزم والضرب بالألم على الوش في البرلمان المصري